مو تابعي قناة انفوتك فوريو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ويارب تكونوا بخير وفي احسن حال النهاردة ان شاء الله هنجرب مع بعض الاجنت مود اللي اعتقد ظهر عند الكثيرين لحد مبارح بالليل حاولت ان انا اجرب هل هو موجود ولا لأ ما كانش موجود فاعتقد ان هو في الساعات الاخيرة بدأ ان هو يظهر في البلاس بلان فاعتقد لو انت بتستخدم البلاس بلان ممكن يكون ظهر عندك ممكن ما يكونش يظهر عندك كل الناس يعني ولكن بيبتدي يظهر بالتدريج حتروح على التولز ومن التولز حتلاقي الاجنت مود ظهر معاك في الاول خالص انا لسه ما جربتوش تماما قلت اطلع جربه معاكم على طول من خلال بعض الامثلة العملية انت ليك 40 مرة في الشهر لحد يعني هو ظهر مثلا من بارح انت ليك لحد 24 مثلا اوجست النهاردة حيظهر معاك استخدامه 40 مرة في البلاس و400 مرة في البرو هنبتدي هنا نفعل الاجنت مود ولما نفعل الاجنت مود بيبتدي يديك بعض الاستخدامات لي فعمل بريزنتيشنز وسبريتشيتز طبعا بيستخدام الكود والاكشنز اللي ممكن تتاخد عبر الانترنت والريبورت وهنا بعض الاقتراحات اللي هو بيديه لك يلا بينا نحط اول امر معينا النهاردة وهو خطت لي رحلة لمدة اربع ايان في مدينة اسوان تشمل زيارة المعالم التاريخية وتجارب الطعام المحلي مع اقتراح جدول زمني يومي مفصل وهبتدي ان انا ادوس انتر هنا بيبتدي ان هو يستنج اب ماي ديسكتوب حيبتدي سرشنج ذا ويب انا حابة انت تشوف العملية بتتم ازاي بيبتدي يدور عبر الويب طبعا واضح ان هو بيدور في بعض السايدس وبعض السايدس بتبقى بلوكت زي ما انت شايف بيجيب لك النتيجة بيقول لي حافتح ثرد سرش ريزولت ويبتدي يدور زي ما انت شايف بيبتدي يريد ويسكرول ممكن الموضوع يبان لك شوية ممل ولكن انا حابة ان انا وريك العملية او البروزيس بتتم ازاي عشان تكون متخيل ازاي بيبتدي ان هو يدور ويقرأ وازاي بينفز دي في الاخر التسكي اللي انا عايزيه هو انتهى اعطاني خطة مفصلة لرحلة مدتها اربع ايام موضوع خط حوالي 7-8 دقيق هنا اليوم الاول اللي من الساعة 7 للساعة 10 هتزوري معبد فيلة وعطاني الجزيرة وعطاني كمان نبزة عن المعبد العشرة صباحا بعد الظهر عطاني السكاديوال زي ما انا طلبت كده واليوم الثالث واليوم الرابع وكمان عطاني المطاعم المقترحة وكمان عطيك اليوم يعني المطاعم ده في اليوم الاول الثاني الثالث الرابع وبيقولك ان الخطة دي بتضمن زيارة معظم المعالم التاريخية والاستمتاع بالمطبخ النوبي مع احترام معايد العمل الرسمية للمواقع والتجارب الثقافية المحلية ممكن تعدل الاوقات او تستبدل المطاعم قلت له هل يمكن ان تقوم بحجز مكان لفاردين في المطاعم فقالي لمتابعة حجز طاولة لشخصين في مطاعم ديني تاريخه الديني الوقت وبيمشي بقى في عملية الحجز ولكن حيطلب منك تفاصيل يعني انت بقت فيه دخل الموقع الكريدت كورد انا منصحش الكلام ده ما تديش الاثرة لأي ايجنت يعني عملية الدفع بتتمش ابدا عبر الايجنت ودي نصيحة بنصحها لك ايا كان شاي جي بي تي موصوق فيه اي ايجنت ما تديش تفاصيل الكريدت كورد بتاعك حاول انت تستفيد بالطريقة دي ان انت يعمل لك بلان يديك مطاعم كويسة كل هذه الاشياء هتساعدك كتير جدا لما تروح اي مكان مثلا حتزوره قمت برفع ملف الملف ده بيتكلم عن التعلم عن بعد بعد جاءحة كورونا وتأثيرها في الجامعات في الشرق الاوسط وقلت له قم باستخراج النصوص من هذا الملف المرفق ولخص محتوى في نقاط وحوله الى عرض تقديمي مكون من 6 شرائح طبعا هنا اخترت طبعا الايجنت وحبتدي ان انا ادوس انتر وتعالى نشوف هيشتغل ازاي على هذا التاسك هيعمل سيتنج أب برضو ماي ديسكتوب هيبتدي اكستراكت النصوص بيبتدي يقرأ زي ما احنا شايفين الريدنج مود بيبتدي يعمل سماريزيشن بيخش على تيرمنال زي ما احنا شايفين بيبتدي بقى يستخدم الكودنج تول عشان يعملي البرزنتيشن بيبتدي يولد الامج هو تقريبا انتهى هنا اعطوني ابرز ما ورد في الملف وهنا البرزنتيشن تعالوا كده نبص على البرزنتيشن هروح كده ادوس فول سكرين نبص على البرزنتيشن هنا كمان ممكن انت تعمل بلي سلايد شو وده ويب ريفيو انا شايف هنا في التايتل تأثير مقارنة التعليم عن بعض والتعليم الحضوري عاملوا بالعكس على الطلاب الجامعات في الشرق الاوسط هنا الكتابة باللغة العربية ليست جيدة زي ما انتم شايفين الشمال لليمين ومليمين الشمال عنده مشكلة يعني انا شايفة باللغة العربية ايدي النتائج كاتب لي الحاجة بطريقة يعني من الشمال لليمين فهنا باللغة العربية فعمل السلايد ليس جاية طبعا انا هعمله داونلود وممكن تفتحه في الباور بوينت نروح كده نفتحه مع بعض في الباور بوينت هنا انا فتحته على الباور بوينت او فتحته كملف باور بوينت وبينزل بي بي تي زي ما انتم شايفين مظبوط مقارنة تأثير التعليم عن بعض والتعليم الحضوري على دق طلب الجماعات في الشرق الاوسط الموضوع زبط يعني زي ما احنا شايفين كده بعض الدراسات اظهرت انخفاض التحصيل التعليم هنا بس هنا ممكن يعني اغير الالايمنت اعمله بالمنظر دا اقف عليه هنا وخليه من اليمين للشمال لكن تظل البيانات الكمية حول معدلات الاستبقاء للتعليم عن بعض زي ما انتم شايفين مظبوط جدا ما هتحمله على الباور بوينت حيبقى بالمنظر دا حيبقى متزبط بالمنظر دا بتعمل شوية edit ولكن بالنسبة للغة العربية لما جيت نزلته كبي بي تي مظبوط عشان يعني اقدرنا احكم عليه حكم شامل لكن وانت بتعرضه كده او بتشوفه على شات جي بي تي لأ انت بتحس ان في حاجة غلط بتنحمله وبيديك الباور بوينت كويسة طبعا بيوفر عليك وقت وموجود على القل في الكتابة والتلخيص وما الى ذلك ولكن دايما برضو حاول تقارن ما بين البي بي تي بتاعتك او البرزنتيشن بتاعتك واللي موجود عندك في الملف وماذا بعد هنشوف مثال اخر هروح تاني agent mode وابتدي اقول له اعمل لي موقع واب بسيط باستخدام الHTML وCSS وJavaScript بيعرض خدمات مصمم graphic وحبتدي ادوس enter ونشوف هيشتغل ازاي setting up my desktop بيقول لي ساقوم بانشاء الموقع بيعرض خدمات مصمم graphic وبيحتوي على نموذج تواصل اللي هو الفورم يعني حيبتدي ان هو يقوم باعداد الملفات اللازمة وتزويدك برابطها لتنزلها اشتغل دلوقتي على الملفات الHTML وCSS وJavaScript في الاخر بيبتدي يعمل تست للموقع وبتأكد ان كل حاجة مصبوطة الموضوع خاد حوالي 2 minutes وقادي الملفات الثلاث ملفات المرفقة ممكن تحملها وتشاهدها محليا عندك او ترفعها على خادم استضافة انا حملت بقى الملفات وفتحت الموقع البسيط على الجهاز مصمم جرافيك ابدأ ريحتك البصرية اهلا بك في عالم الابداع والتمييز اطلب خدمتك الآن طبق ممكن تسمي الموقع اسمه ايه انا يعني قلت له انا عايزة موقع بسيط ليه مصمم جرافيك الحاجات دي كله انت ممكن تعدل عليهم هنا هوية بصرية كاملة تصميم شعار تصميم وسائل تواصل اجتماعي من انا انا مصمم جرافيك محترف بخبرة تمتدل سنوات الخدمات هيوديك على الخدمات من انا تواصل هنا او تواصل معي هنا الشخص اللي عايز الخدمة بيبتدي يكتب اسمه البريد الالكتروني وعايز ايه ويرسل ويبتدي الشخص انه هو يتواصل معي ده بالنسبة ليه تصميم موقع وبسيط لمصمم جرافيك والنتيجة جيدة جدا زي ما انت شايف نخش على مثال اخر انا عايزة يعمل لي تطبيق وبستخدام ايضا الاشتيمال وصف وجابا سكريبت او الرياكت اذا رغبت يعني هو الاجنت مود يعمل لي وصف موجز لمحتوى فيديو يوتيوب ويديني كمان عنوين جذابة وصف احترافي ويقولت له الوجهة عايزها تكون شكلها عامل ازاي كل المتطلبات ولازم تكون بتدعم اللغة العربية والانجليزية وحبتدي ادوس انتر ونشوف حينفز لي ازاي هذا التطبيق والتطبيق ده ينفعك جدا لو انت فعلا بتحتاج ان انت تعمل موجز لمحتوى فيديو يوتيوب او ان انت عايز تايتل ممكن يساعدك بشكل كبير جدا وتبتدي ان انت تعمل حاجة بسيطة زي كده تستخدمها هنا هو اعطاني زيب فايل لما دخلت عملت اكستراكت ما لقتش الاندكس دوت اتش تيميل اللي موجود فيه فقلت له ازاي قوم بفتح الملف فقلت يمكن في حاجة انا ما عرفهاش موجودة فهنا قال لي يعني لازم تفتح الاندكس دوت اتش تيميل قلت له لا يوجد ملف اتش تيميل في الزيب فايل ابتدى يقول لي اعتذر عن الخلل السابق ابتدى نوع دي زيب فايل عملت له اكستراكت ويلاقيت جواء الاندكس دوت اتش تيميل وفتحته كالادي مولد عنوين ووصف فيديو يوتيوب ادخل فكرة او وصف الموجودة للفيديو الخاص بيك لحصول على عنوين واوصف وهاشتاجات مقترحة هنا انا قلت له يدعم اللغة العربية والانجليزية فانا هنا عايزة باللغة العربية فكرة الفيديو ممكن اقول له مثلا شات جي بي تي بطريقة عملية مثلا اي حاجة لاكتشاف قدراته وهنا اقول له توليد العنوين والوصف ابتدى يديني العنوين على طول شايفين الصرعة افضل 3 امور عن تجربة شات جي بي تي اكتشف تجربة بطريقة عملية الوصف في هذا الفيديو سنتحدث عن تجربة شات جي بي تي طريقة عملائكشة في قدراته والهاشتاجات اللي انت حتستخدمها وكمان فيه امكانية ان انت تنسخ تاخد الكلام ده copy paste يعني كويس جدا ده تطبيق بسيط جدا ممكن انت تخليها عندك على الجهاز وتستخدمه اكثر مثال معي هفعل ايجنت مرة تانية وقوله ابحث على الانترنت عن احدث مقالة علمية حول استخدام الذكاء الاصطناعي في التعليم ثم قم بتلخصها في فقرتين وانشأ تغريدة تروج للمقالة حبتدي ادوس انتر ونشوف الناس اللي بتدور على اخر اخبار الذكاء الاصطناعي ممكن يجيب لك اخر الاخبار ممكن تعمل منها محتوى جيد جدا ولكن طبعا دايما بقول لك برضو لازم تبص على المصادر وشوف قوة المصادر اللي هو جايب منها انا هنا عايزة يجيب لي مقالة علمية عطاني الملخص الخاص بالمقالة ورقة بحسية فورشة معينة دبنا المؤتمر السادس والعشرين للذكاء الاصطناعي في التعليم وعطاني التغريدة وعطاني مصدر الورقة العلمية ممكن كمان تستخدموا في تلخيص اخر اخبار الذكاء الاصطناعي لو كنت عايز تعرفها كلها كده مرة واحدة ممكن تستخدم الايجنت زي ما قلت لك مثال على ذلك اتمنى تكونوا استفدتم من فيديو النهاردة فيديو سريع اختبرنا في الايجنت مود الموجود داخل شات جي بي تي احب اسمع رأيكم في التعليقات وتقولولي هل هو في قوة جينس بارك ويمانوس ولا لسه شات جي بي تي محتاج ان هو يطور من نفسه اكتر اشوفكم فيديو قدم بإذن الله تعالى على قناة انفو تيك فوريو بحاول اقدم لكم كل جديد مفيد فاريت ما تنساش تدعمنا باللايك وشير والكومنت لو كنتم من متابعين الاعزاء ولو كنتم بتشوفنا الاول مرة تنساش تعمل سابسكرايب لقناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة